قال الجيش التركي اليوم أنه أرسل قوات إضافية وطائرات استطلاع وطائرات هليكوبتر إلى إقليم أغاري بشرق البلاد بعد إصابة أربعة جنود في اشتباك مع مقاتلين أكراد دلع الليلة الماضية وكانت أنقرة اتفقت مع حزب العمال الكردساني الذي يطالب بمنح الأكراد المزيد من الحكم الذاتي قبل عامين على وقف إطلاق النار لكن عملية السلام الهشة تدعت قبل الانتخابات البرلمانية التركية المقررة في يونيو المقبل وقال الجيش عبر موقعه الإلكتروني أن القتال ما زال مستمرا في منطقة ديادين في أغاري قرب الحدود مع إيران وسفد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسيا كثيرا من عملية السلام مع الأكراد والتي بدأت عام 2012 وترتبط سلطته إلى حد ما بنجاحها